وصلنا على فقرتنا الأخيرة معك سور أكيد يا سالي راحين عند الحصان العربي الأسيل ضمن قائمة أهم أحصنا في العالم ويصل إلى درجات الأصالة من حيث الشكل والجمال والقوة البدنية واليوم راح نحكي عن الخيول العربية في سوريا ومشاركاتها ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقام في هذه المرحلة ما بين تحضيرات معرض دمشق الدولي والمهرجانات والمعارض الأخرى معنا السيد غيات شايب مدير مكتب الخيول العربية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يمكن فقرتنا اليوم بتهم عشاق الخيل وخاصة الخيول العربية الأصيلة بس نقول خيل عربي أصيل يعني هو شيء شيء مميز بالعالم أكيد خلينا نحن يعني هو أصلا الجواز العربي بالعالم هو حي أنا بتبره حيوان نبيل وبالنسبة لسوريا هو سروة وطنية وليس لا يدخل ضمن السروة الحيوانية المنتجة هو سروة وطنية خاصة مثل الآثار والنفط له قيمة تاريخية كبيرة وسوريا تعد المنبع الأصلي للجواز العربي بالعالم كله يعني الجواز العربي انتشر من بين النهرين أو شيء طبعا طلع من بعد انهدام سد مقرب مع العشائر العربية وانتشر بين بلاد النهرين طبعا العشائر معروفة شمر طيل جبور العقيدات اللي هي نشرة الجواز العربي بعدين انتشر لبقاء العالم الجواز العربي له صفات كثيرة شكلية مثل ما تفضيت قبل شوي الآن سي هو وراسية الشكلية يعني انت بتستمتع بمجرد النظر للجواز العربي بشكله اللي رب العالمين خلقوا بشكل رائع جدا متناسق ان كان طلعت على الرئيس ان كان طلعت على الظهر ان كان طلعت على التناسق تبعه حتى انا بحب حكي شغلي يعني بطولات الجمال للخيول العربية بتتشاهدوا بطولات جمال ببعض الفضائيات نحن عنا سوينا عروض للجمال اكيد فهلو خمس علامات يعني خمس اجزاء من جسمه هن اللي بيصير الحكام بيحكموا عليه وفي منظمة باوروبا هي المسؤولة عن تنظيم بطولات الجمال للجواز العربي بعدين للعلم يعني المشاهدين انه نحن ما في عنا شي بطولة لحصان انجليزي لجمال او جمال لحصان امريكي او جمال لحصان فرنسي العالم كله يجتمع بضمن منظمة الاتحاد الاوروبي لتنظيم بطولات الجمال في العالم للجواز العربي فقط حصرا فهي طبعا ميزة كبيرة جدا حتى حكامهم اجانب حتى فنحن طبعا سوريا عضو بالمنظمة ونحن ساوينا ست عروض للجمال قبل الازمة واستعدنا استعدنا تنظيم بطولة السنة الماضية لعرض الجمال بعد توقف سبع سنين بالازمة اكيد اكيد هلو هنحكي عنهم الخيول العربية الاصيلة ارت حضاري مستمر مئات السنين ولا هلأ ولا بعدين اكيد احكينا كمكتب الخيول العربية شو هدفكم سوريا عضو بالمنظمة العالمية للجواز العربية المقرة بلندن للأسف انا بقول دايما لانه هن الاجانب اسسوا منظمة ضد دليل اهتمامهم بالجواز العربي ومعرفتهم لقوته التاريخية وانتصارات الجيوش الاسلامي القديمة بالجواز العربي اكيد فهنن بعدوا مستشرقين خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر واستكشفوا النفط والآثار والجواز والخيول العربية فقال ان بلانة مستشرقة اجت على البادية السورية وجمعت بحدود الخمسة آلاف جواز عربي هيا وابراهيم عباس باشا بمصر وهدول اساسي خيول المصرية فالجواز العربي هنه نهتموا فيه فسوريا عضو بالمنظمة العالمية اسسوا منظمة عدد اعضاء حاليا 63-64 دولة في العالم اعضاء قلنا نظام خاص يعني سوريا انتسبت بسنة التسعة وثمانين بكتاب انساب بضم 569 جواز عربي يطبع ويوزع هلا هدول اللي انتسبنا فيهم للمنظمة المنظمة بتقولك هدول تغضي عينات الدم تبعهم تحفظيهم بمخبر دولي اللي هو بألمانيا الولادات تابعهم معدن تابعها بالتحقيق يعني هنه دول تسجلوا بالتحقيق بضم للأراضي السورية نعم صفة الولادات تغضي عين الدم وبتبعتيها للمخبر أبو فلان أمه فلان فبالطابق ينسب المولود على أبو أمه نعم بعد ما يجي مطابق فبيتم وشم دولي على الجانب الأيمن للربي فانتي بتلاحظي انه أغلب الخير العربية في وشم على جهة اليومنا هذا مميز للجوار العربي والسوري يعني الوشم فبين أرى عربي سوري ويما راح بأي بلد في العالم حلو ماركة سورية هذا عملنا يعني هذا عملنا طبعا المنظمة حاليا تحولت من الموضوع أخذ الدم من مدة عشر سنين ده الـ DNA يعني صارنا نحن 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 عشر شعرات بكيس نايل وصار الحفظ أسهل للإرسال أسهل للمقبر بس التعامل مع نفس المقبر يعني أنت الأرشيف في الـ DNA أو الدم محفوظ به المقبر فمن نقوم بتسجيله نحن ومنصدر كتب الأنساب يعني رأس الهرم طبعا مكتب أخيوين وهو إنتاج بالآخير كتاب أنساب كل سنة اللي المواليدة تسجلت يضم 500 جواد منرسله لكل الدول المشاركة بالملظمة اللي نعلمون أن نحن عنا هالأعداد هاي طبعا بالأزمة تعرضنا نحن لفقدان بحدود 3000 جواد يعني كنا بنحكي عن الصعوبات والمعوقات نسرق 3000 جواد والأخير للوزارة بنحكي عن الصعوبات اللي واجهتكن وكيف قدرتوا تتخطوا هاي العقبات خلال فترة الأزمة وكيف هلأ نحن ملاحظين تطور ملحوظ بهذا الموضوع الحمد لله يعني نحن دعم الحكومي الكبير والتعاون المربين ساعدنا بمكتب خيول أنه نحن حتى نبعد لجان للمناطق الساخنة ضمن الظروف اللي كانت الأمنية الصعبة لأنه إذا ما بعدت وجبت عيناتها الشعب وسبتها المواليد وقمت بعملية الوشم فالخيل اللي ما نوشها ضاع هي معنا عملية سهلة كمان هي أبدا معنا عملية سهلة أنا أرسلت لجان لمناطق ساخنة كثيرة ولمناطق وبالتعاون مع بعض المربين لوشم الخيوة فاستطعنا الحفاظ حاليا ستم أصدر سبع كتب أنساب من سنة 2014 لحد الآن سبع كتب أنساب يعني كل كتاب خمسمائة جواد يعني عندي ثلاث تلاف خمسمائة جواد أنا سجلتهم ضمن الأزمة وعندي كان سابقا نشيت ستة ألاف محافظة عندي تسعة تلاف وخمسمائة جواد عربي هذول تحت السيطرة ومتابعين حركتهم بيدلك بكل المحافظات نعم يمكن أنتوا كمكتب تعنا بالإنساب تعنا بالإنساب وثائق معينة لعدم التضليل يوما ما خلينا نحكي قديش عمل المكتب منظم خاصة بإرسال الوثائق للمنظمات اللي هي عمتعنا أكتر مننا بأمور الخيول طبعا دائما بيتابعوك يعني حتى بيتابوا عملك بيتابوا شو توسيقك فنحنا استطعنا الحمد لله المنظمة العالمية جواد عربي بتعمل مؤتمر كل سنتين للدول الأعضاء بالبلد لتطلع على شو آخر أنت شو اشتغلت طبعا احنا غبنا ست سنوات عن المؤتمرات نعقد مننا بعض المؤتمرات في دولة قطر خلال الأزمة فنحنا استطعنا نحضر مؤتمر البحرين في 2017 خلال مؤتمر 2017 طبعا بحضور 64 دولة بعد قراءة التقرير الرسمي شو عم نشتغل إن كان بالنسبة لتسجيل الموليد لوشم الخيول لانصدار كتب أنساب لتنظيم سباقات الراسز يعني للخيول العربية بالتعاون مع جميع السورية فبعد ما قريت التقرير أنا طبعا تم التصفيق شي خمس دقايق لسوريا لأنه أنت هنا نفكرينك أنه ما عندك شي أنت مدمرة أنت مسروق الخيل في يوم اللي إنا نحن استعدنا وبنينا هنقير جديدة كوزارة زراعة بعد سرقة مركز الجربة نحن عنا مركز الشهيد باس أسد الجربة بالنشرب للغوطة سرق ونهب والدمر بنينا بالتعاون مع الإسكان العسكري والجمعية السورية بالدي ماس استعدنا خيول من الخيول اللي سرقوا الإرهابين استعدنا كتير خيل بعتقد كان دهشتهم أنه أنت فعلا نحن واقفين أثبتنا نحن واقفين على الأرض ونحن مواجدنا موجودين وعما نتابع عملنا بكل النشاط ودعم كبير جدا يعني للمحافظة على هذا الجواد النبيلي اللي هو مهمتنا الأساسية كمكتب خيولي يعني أنا سئلت أحيانا أنه أنت عتبعت لجنة لمناطق خطرة أنا بعتت لدرعة بعتت للحسكة أنا على ثلاث سنوات ثلاث لجنة لمناطق اللي ما فيها طبعا سيطرة للحكومة في مناطق ساخنة استطعنا أنه نسجل الخيل لأنه أنا أقول لهم بالنهاية هذا المخلوق إذا ما نوشه فنحن ضوعنا صح عم نلاقي كمان بسباقات الخيول عم يصير منافسة قوية وكتير عم يصير مشاركات بالمعارض وعنكم تحضير لمعارض دمشق الدولي هلأ خلينا نحكي عنه طبعا أنا دعيت للمشاركة بالمعارض الزراعي الأول بأول ما بلشت دورة المعارض المشق الدولي في 2017 عدنا التجربة في 2018 مع إضافة مزاد دولي للخيول ضمن المعارض لأول مرة طبعا بصير مزاد دولي أنت بمجال مو كله مربين خيل أنت في زوار ما نعلاقة بالخيل ولكن كان فعلا فرصة كبيرة لتعرفي الناس أكتر لتزيدي شريحة الناس اللي عند تتعرف أنه شو هذا الجواد العربي طبعا السنة كمان دعينا للمشاركة بمعارض شاركنا بمعارض الزهور كان مشاركة كتير كبيرة طبعا سهلنا الوصول للجواد العربي للأطفال وللكبار لكل منزار معرض الزهور سهلنا عملية الوصول وركوب الخيل وعملنا وخلقنا بيئة بدوية بيت شعر مع ضيافة القهوة مرة مع بيئة لنخلق الجو العشائري أو البدوي تبع الحصان العربي اللي مرتبط بتاريخنا وبترازنا الحمد لله بعتقد كان عدد الزوار كبير ونجحنا لانه انتي صعب تقضي انتي ولادك او تقضي كل يوم تروحي لمزرعة اللي تركبي جواد عربي يعني فيها صعوبة مو بتعرفي مجتمع جواد عربي مجتمع شوي لسات وقليل وزي فانتي يوم اللي دعيت تندعي لمهرجانات مثل معرض دمشق الدولي او معرض الزهور فباعتقد بتسهلي بتتسهلي الجو اللي هي تسهلي للناس يركبوا الخيل فاديك شامك فرحة الاطفال وضعت طبعا انا وضعت بعض الخيول مع مدرب وخيول هادية طبعا فاي مواطن اجل لمعرض زوفات دخل لانه مباشرة يستطيع يركب ابنه الصغير او يركب حتى هو فكانت هاي فرصة كتير كبيرة بالاضافة عندنا النشاطات الرسمية يعني انا كوادر مكتب الخيول هي اللي بتنظم السباقات الخيول بتتعاون مع الجامعية السورية بالديماس ندعيكم طبعا لحضور السباق القادم بعيد الجيش نعم كان هاي عبر منبر الاخبارية السورية لكل اللي حابب يحضر الايفنت او الفعالية اللي رح تتم مشان عيد الجيش الحديث يطول يعني اكيد ان شاء الله يا رب اكيد كل التحية لجيشنا البطل الباصل شو ما قدمنا له فهو قليل وواجب علينا تجاه ابطالنا بالجيش العربي السوري الحديث يطول يعني ولكن وقتنا يمكن شوي اذا همنا عدنا نشكر وجودك معنا اكيد اكيد نشكرك لو وجودك معنا ونتمنى عليك التوفيق بكل المشاركة شكرا لك